من منا لا يتذكر الحارس الجزائري العملاق والناس القواوي وهو الذي نهض بكرة القدم الجزائري الحديثة ونقلها من أضعف منتخب بإفريقيا إلى أقوى المنتخبات عالميا ولكن الكثير من لا يعرف شكل أو حتى أخبار هذا الحارس الكبير ستشاهدون في هذا الفيديو كيف أصبح شكل حارس عارين الخضر والناس القواوي وما هي مهنته اليوم إخواني في الله أحتاج عشر ثواني فقط من وقتك صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صليت؟ جيد والآن قم بالاستغفار عشر مرات الآن قد فزت بثواب بسم الله لنبدأ الفيديو سنة 1977 وفي يوم 28 سبتمبر ولد الحارس الكبير والناس القواوي وهو من خرجي مدرسة فاريق ذريب من خد بمنطقة القبائل الكبرى كما أنه لعب لفرق جزئرية عارقة كشبابة القبائل وويدات تلمسان واتحاد عن نابا وشباب قسنطينة يعتبر حارس منتخب الجزائر لكرة القدم أحسن للحراس على المستوى العربي والإفريقي طوله اليوم متر وثماني وثمانون سنتيمتر وهو في عمر الأربع والأربعون سنة الوناس قواوي هو علامة فنية نادرة لا يجب نسيانه في تاريخ الكرة الجزائي وفي منصب حراس المرمى الذي يشكل في فترات عديد النقطة السوداء في تشكيلة للخضر وعندما سافر إلى جنوب إفريقي رفقة فوز شاوشي ووهاب بولحي المشاركة في مونديال 2010 كان قد بلغ من العمر 32 سنة ونصف ولكنه لم ينعم بدقيقة لعب واحدة وتبقى من النقاط السوداء في حياة هذا الحارس الكبير أنه لم يحترف لا في أوروبا ولا في الخليج العربي وفضل اللعب في الجزائر من دون أن يستقر في فريق واحد ويكاد يكون الحارس الأكثر تغيير من الأجواء يعمل لو الناس حاليا رئيس حراس المرمى لنادي اتحاد العاصمة هكذا أصبح شكله اليوم ترجمة نانسي قنقر